هذا الفيديو اللي اخترنا يكون تريند أوف دا داي لوزير الرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصال وكريستيانو رونالدو لعب نادي النصر السعودي بجولتهم مبارح في ليالي الدرعية بالرياض الفيديو فيرل على اليوم على السوشال ميديا ومع فيديوهات تانية كثيرة من نفس الجولة منا فيديو هنا نقاعدين على طولة العشاء بمطعم لبناني في ليالي الدرعية والكل طبعا بيتكلم النهاردة عن سعادة رونالدو بالجولة وانت شار له فيديوه وطالع من ليالي الدرعية وكان بيتحك وباين عليه أنه سعيد جدا وفرحان يعني وضح جدا يا صبحي قديه هو فرحان وسعيد بالاهتمام بحب الناس لي بالاستقبال الرهيب اللي احنا شايفينه وده طبعا إن عكس فهو عكس ثقافتنا العربي هو واضح أنه مبهور بكل شي عم بيصير طبعا كمان من وقت حفل الاستقبال الضخم اللي نحكى فيه بكل العالم وخلص شكله عم يتأقلم بسرعة على حياته الجديدة بالمملكة لكن مو بس هو كمان جورجينا شكلة أخذت على الحياة بالسعودية ونزلت تعمل شوفينجي وأطفالها بسوء المملكة بالرياض بحسب الفيديو اللي انتشر لليوم وبتظهر فيه لابسة كاجوال سبورت بانز وهودي وطبعا بعد انتشار الفيديو كل الناس عم يعلقوا أنها تأقلم بسرعة على الحياة بالمملكة وطبعا احنا بنفكركم ان يوم 19 يناير كريستيان ورونالدو ممكن يتواجد في مباراة كأس موسم الرياض وده هيكون على ملعب مرسول بارك واللي بتجمع بين نجوم نادي الناصر والهلال مع فارسان جرمان وده طبعا معناه انه هيواجه من خلالها لينالي ميسي وامبابي يعني هتكون مباراة ولا عانا بتكون معنا الكلمة يعني اللي ما تحقق بالمونديال هلأ ده موارع بين ميسي ورونالدو راح يتحقق بالسعودية